أعلى أكثر من إحنا بيخصا مع جاوزة يعني بعتقد أنه بيستقبلوا بالضيعة كلام قاله بعض أهالي كفر قطرة مسقط رأس العميل أنطوان لحد واستفز آخرين رأوا أنه لا يمثلهم سواء في البلدة نفسها أم في الشوف موقف عدد من عائلة لحد في البلدة دفع آخرين إلى المطالبة برد لا يرى لحد سوى عميل خان وطنة فيه ولا أي جو داخلي بالضيعة بيقول أنه في حدا عنده رغبة أنه يجيبه ليدفنها هذه الضيعة اللي كانت عنوان بأكثر من مطرح ولو أزاها تعامل انطوان لحد كانت عنوان للوطني وعلى المستوى المنطقة الجبل احتضن بطرابو كبير المناضلين العروبيين اللي أخذ القضية الفلسطينية على عادقه لسنوات طويلة واستشهد من أجله اللي هو كمال جنبلاط الشهيد كمال جنبلاط اللي انطلقت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية من بيته في بيروت أهله هم ليسوا بخياره اللي أخذوا انطوان لحد حتى الآن الدولة اللبنانية لم تصدر أي سماح لمن الأمن العام ولا من وزارة الخارجية ولا من أمن المطار ولا من شركة شحن ولا من أبدا ما في ولا أي يعني مسوغ بإيدنا تقول انه الجسمان جاي تراب نفسه سيأبى أن يحتضن هكذا جسد وعلى ما يبدو فإن جثة لحد لن تطأ الأرض اللبنانية والسبت تحتفل كفر قطرة بزواج رئيسة بلديتها وهي قريبة للحد والأنظار مرتقبة على احتمال إيقامة جناز لن يرضى به بعض أهالي القرية ولا القرى المحيطة جسمان لاحد لا يمكن يدخل على جسد لاحد جيفة لاحد أي اسم اللي كان لا يمكن ليس فقط دخوله لشوف بل أيضا لا يمكن الصلاة على جسده بشوف حتى بالصلاة إذا عم يفكروا أنه يعملوا صلاة وهي خبرية أنه تعابير ديني مفترض أنه تصير حتى التعابير الديني ممنوع أنه تصير أي حدا حيفكر مجرد تفكير حتى بالصلاة بأي كنيسة اللي كان باللبنان أو بأي محل اللي كان على جسد لاحد بالنسبة لنا هو عميل لا يقول أهمي عن لاحد قيل أن لاحد سيطهر في باريس لكن المعلومات تؤكد أن باريس نفسها رفضت استقبال جثته في مدافنها من خان وطنه فلا وطن له ومن لم يعش فوق الأرض بكرامة وطنية لي يطفن تحتها بكرامة معادلة رسخة في ضمير كل لبناني عرف الاحتلال الإسرائيلي فقومه لذلك لا لحدة للاحد في أرض لبنان من أمام بيت لحث في كفر قطرة ألين حلاق قناة الجديد